وإحنا بنتفرج على التقريب ممكن أحد الزملاء بيقول لي يا كابتن لا مش عن جدارة والمنتخب الأسباني أمام المنتخب الألماني كسب بضربتين جزاة وكان عليه ضرب أنا وفقته تماما على النقطة دي لكن خلي بالكم كورت القدم يعني فيها أخطاء تحكمية كتيرة في العالم كله ولكن الاستمرارية الاستمرارية ممكن بعد ما كان يعني أخرج المنتخب الألماني صاحب الأرض وصاحب تنظيم البطولة كان ممكن جدا المستوى إلي لكن احنا بنتكلم على منتخب الحقيقة بدايته زي نهايته بداية رائعة جدا على سبع مباريات بيكسبها وإن كان مباراة ألمانيا زي ما اتكلمت فيها يعني شبهة أخطاء تحكمية ولكن الاستمرارية والأداء الرائع اللي بيقدمه المنتخب الأسباني الحقيقة بيقول وكل العالم الحقيقة بتتكلم من المنتخب الأسباني يستحق قد يكون المنتخب الألماني خسر فرصة كبيرة جدا لأن المنتخب الألماني أعتقد لو كان وصل لدور الأربعة كان هيكون مرشح بقوة الفوز بالبطولة وقدم نسخة فنية رائعة لشان كده يمكن الاتحاد الألماني بيجدد الثقة بناجل زمان المدير الفني وهيكمل مشروعه الكبير مع المنتخب الألماني لكن الحقيقة يعني فيه حاجات كتيرة جدا جدا ممكن نخرج بيها من اليورو 20-24 على مستوى التنظيم رائع جدا على مستوى اللاعبين والأداء الرائع لمستقبل القرى العالمية ظهر بعض الحاجات يعني بلينجهام على مستوى المنتخب الإنجليزي قبل البطولة كان كل الناس بتتكلم قد يكون هو أفضل لاعب في هذه البطولة وحقدم أداء رائع الحقيقة لم يظهر بمستوى جيد لمين يامال طبعا يعني قبل البطولة ما كانش حد يتوقع أنه ولد عنده لسه 16 سنة ولسه واخد كتبه ودراسته وبيذاكر بعد التامرين يعني ما كانش حد يتخيل حقيقة أنه هو يقدم هذا الأداء الرائع وأنه يثبت أنه فيه نجم صاطع جاي على مستوى الكرة العالمية بتتكلم على كمان يمكن كمان معنا خبر النهاردة أن يعني مولر طبعا بيعلق حزاءه خلاص مولر طبعا نجم المنتخب الألماني بعد طبعا طوني كروس ما أعلن اعتزاله كمان بيعلن اعتزاله مولر للعب على المستوى الدولي لكن زي ما بقول لحضراتكم فيه دروس كثيرة جدا على المستوى الفني على مستوى التنظيم على مستوى الكرة الجميلة الحقيقة اللي احنا اتفرجنا عليها وقد أذكر بعض المنتخبات من الصف الثاني زي سولفانيا ورومانيا اللي أقدموا كمان كرة برئة راكت بالحقيقة كرة كانت جميلة جدا وبيقولوا وما زلنا ان طبعا الكرة الأوروبية يعني بتصبق كثيرا جدا جدا يمكن حتى الكرة الجنوب أمريكا الجنوبية اللي كمان فاز بها طبعا كوب أمريكا اللي فاز الأرجنتين مبارح بهذه البطولة خلينا نقول مع حضراتكم كمان زي ما بقول لحضراتكم ميسي بيحرز اللقب التالت على التوالي العالمين بعد اتنين كوب أمريكا مبارح فاز المنتخب الأرجنتيني على كولومبيا بنتيجة 1-0 وكان الحقيقة كان مهم جدا كمان لميسي اللي خرج يمكن كان مصاب وكان فيه صور متدولة بيبكي حزنا على خروجه ولكن المنتخب بالحقيقة الأرجنتيني بقيادة ميسي ما شاء الله يعني عامل المباراة أكتر من رائعة ويمكن دي اللقطة لحضراتكم شفتها يمكن ميسي بعد إصابته في الكاحل وكان بيبكي كثيرا جدا جدا لخروجه من المباراة ولكن الحقيقة كانت كمان فرحته كبيرة بعد فوز المنتخب الأرجنتيني بكوب أمريكا للمرة التانية على التوالي الحقيقة المنتخب الأرجنتيني بيقول أنه هو خلاص هو ده الملك القر الأمريكا اللاتينية الحقيقة المنتخب البرازيلي بيتراجع كثيرا جدا جدا على مستوى كوب أمريكا خارج من دوري الثمانية المنتخب البرازيلي عليه علامات استفهام كثيرة الحقيقة وهل يستمر المنتخب البرازيلي من المنتخبات المرشحة دائما للحصول على كاس العالم علامة استفهام دلوقتي فيه قوة كبيرة اسمها المنتخب الأسباني في ألمانيا فيه الأرجنتين الحقيقة اللي بتقدم أداء أكثر من رائع وده كان طبعا بعض الصور لمباراة مبارح منتخب الأرجنتيني الفائز بكوب أمريكا على المرة أو للمرة التانية على التوالي ده بالنسبة للكورة العالمية خلينا بقى نرجع لنادينا العظيم النادي الأهل يعني خلينا تكلمنا على لسه عندنا حديث كمان عن كوب أمريكا بالتفصيل كمان مع ناقد الرادي أهاب الجنيدي ونتكلم على سبع حضراتكم الصور ونتكلم على الاحتفالات ونتكلم على كمان بطولة أوروبا بشكل مفصل